تعددت حروب العراق ضد أزماته المتصاعدة في السياسة والأمن والاقتصاد لم يتوقف في واحدة منها معلنا الإصرار على التغيير والقصة أكبر من تصنيفها قضية تحريض وسرقة وجرائم إلكترونية وفضائح اجتماعية إنما هي خطر جاثم على المجتمع العراقي الذي اخترقه الابتزاز في ظاهرة انتشرت على نطاق واسع ودخل مناطق عشائرية وقروية كذلك الداخلية على وجه السرعة أعلنت عن عقوبة الابتزاز التي تصل للسجن 14 عاما وأكدت أن ارتفاع الظاهرة بدأ يهدد نسيج العراقيين لذا كانت سرعة المواجهة التي تشترك بها مديريات عدة في الداخلية منها وكالة الاستخبارات ومديرية مكافحة الجرائم والشرطة المجتمعية خط الدفاع الأول في إلقاء القبض على المبتزين سيما بعد أن تسبب بعضهم في مقتل وانتحار كثير من الحالات حيث أحدهم تسبب بطلاق عشر نساء القانون غير مشرع في مجلس النواب حتى الآن لكن القضاء العراقي يستخدم مواد في معالجة الظاهرة بعقوبات تصل إلى 14 عاما سيما بعد أن أصبحت الظاهرة تهدد فئة الشباب والنساء والأطفال في البلاد ظاهرة تضرب أمن العراق الاجتماعي وترفع من مؤشر الجرائم وإفشاء خصوصية الهواتف وسرية معلوماتها مواجهة بيد من حديد يقودها العراق الأمني لخطورة ملف أصبح شغل الناس وحديثهم في عالم تتسيد فيه منصات التواصل الاجتماعي والهواتف الذكية بيد فئات مبتزة تستغل استخدام التكنولوجيا في تفتيت أواصر المجتمع ترجمة نانسي قنقر